النهضة الأوروبية هي التغيرات التي عرفتها أوروبا خلال القرون الوسطى في جميع الميادين من عوامل قيام النهضة الأوروبية تأثير الحضارة الإسلامية حيث ترك المسلمون إرثا حضاريا كالآداب والفنون وأقام حضارة في غرناط سمحت للأوروبيون بنقل الثقافة الإسلامية وترجمتها إلى لغتهم بالإضافة إلى الحروب الصليبية التي أتاحت احتكاك الأوروبيون بالمسلمين فنتج عنه تراجع النظام الإقطاعي بعد سقوط القسطنطينية سنة 1453 ميلادي هاجر العديد من علمائها ومفكريها الأوروبيين إلى أوروبا الغربية بالإضافة إلى جهود الأوروبيون من خلال اختراع الطباعة وتشجيع الأدباء والمترجمين والكشفات الجغرافية وهي تلك الرحلات البحرية التي قام بها الأوروبيون ككريستوف كولومبوس خلال القرن الخامس عشر ميلادي أدت إلى اكتشاف طرق جديدة وإنعاش التجارة ومن مظاهرها الحركة الفكرية والإنسانية فاحتكاك الأوروبيون بالعالم الإسلامي أدى إلى معرفتهم بالعلوم والفنون الإسلامية والإصلاح الديني بالإضافة إلى اختراع الطباعة بعد اكتشافها في القرن الخامس عشر ميلادي والتي ساعدت في نشر التراث القديم والكتب وجعلها في متناول الجميع بالإضافة إلى الحركة العلمية والفنية التي شملت العلوم والآداب والفنون مثل الرسم والنحط والموسيقى من أشهر علماء النهضة الأوروبية ليوناردو ديفنشي وويليام شيكسبير ويوهان غوتنبرغ الذي هو مخترع آلة الطباعة ومن نتائج النهضة الأوروبية القضاء على النظام الإقطاعي وقيام دولة حديثة بالإضافة إلى ظهور شخصية الفرد والظهور ثورات سياسية وكذلك الثورة الصناعية النهضة الأوروبية نقل ثقافي أسهم في تقدم المجتمعات والعلوم والفنون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة